موقع فرنسي يقول خلف عملية استيلاء على شحنة كيبتاجون ظل حاشيتي الأسد والقذافي كشفت وثائق حصرية قال موقع ميديابارت الاستقصائي الفرنسي إنه والصحفية الإيطالية اليومية دوماني حصلا عليها بل والصحيفة الإيطالية اليومية دوماني حصلا عليها كشفت عن واحدة من أكبر الضبطيات في مدينة ساليرينو الإيطالية عام 2020 لمخدر الكيبتاجون المنتج في الشرق الأوسط وتروي هذه الوثائق الصلاة التي نشأت بين المجرمين الإيطاليين ومقربين من النظامين الليبي والسوري فقد ضبط عناصر شرطة من مجموعة تحقيق الجريمة المنظمة التابعة للجمارك الإيطالية في ميناء ساليرينو على بعد 20 كيلومتر جنوبية مدينة نابولي ضبطوا 14 طن من الكيبتاجون كانت المخدرات مخبأة في أربع حاويات قادمة من سوريا ومتجهة إلى ليبيا إجمالاً 850 مليون حبة بيضاء صغيرة مقابل 14 مليار يورو من البضائع ويوضح ميديابارت أنها أكبر عملية لمصادرة الكيبتاجون من قبل الشرطة في العالم في ذلك الوقت تم تقديم هذا العقار الاصطناعي القريب من الإنفيتامين على أنه مخدر تنظيم الدولة الإسلامية تلك الحبوب التي أخذها المقاتلون قبل التوجه نحو الجبهة